ما كان كلاما متداولا صار واقعا مشاهدا وما كان يذكر في بيانات وتقارير محلية ودولية أصبح موثقا بالصوت والصورة من قبل الجنات أنفسهم مجموعة من عناصر الجيش الحكومي يتحرشون دون خوف أو حياء بطفل ويتحدثون عن اقتصاب والدته في إحدى مناطق الموصل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجد تبريرا من وزارة الدفاع بالقول إنه يمثل إساءة لسمعة الجيش العراقي فجاء ردها وكأنها تدفع عنها اتهاما مزعوما وتغافلت عن مئات التقارير السابقة التي تثبت حجم الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها عناصر أمنية وميليشيات فتجاوزت أساس المشكلة المتعلقة بالاعتداء على أناس كان من المفترض أن يكون تحت حمايتها ليصبح فرائس لهذه الوحوش البشرية رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي وجه قائد عمليات نينوى بفتح تحقيق فوري بالموضوع واعتقال الأشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو إجراء يذكر بعشرات الإجراءات المماثلة التي ذهبت طي النسيان دون أن يجد المجرمون عقابا رادعا لهم ولغيرهم ممن باتوا لا يخشون حتى من تصوير جريمتهم وإعلانها على الملأ ولا عجب فمن أمن العقاب أساء الأدب تقرير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العراق كان قد أشار إلى أن السلطات لم تتمكن من السيطرة على عناصر قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات بحق المدنيين وخلص التقرير إلى أن الحكومة في بغداد بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء حققت في الانتهاكات والفضائع التي ارتكبتها قوات الأمن لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عقبت المسؤولين عنها ردة فعل متشابه حد التطابق تصدر كل مرة إزاء الانتهاكات المروعة التي ترتكبها قوات الأمن في الموصل وغيرها من مناطق العراق والتي تضمنت عمليات إعدام ميداني وتعذيبا وحشيا وتهديدا بالاقتصاب والإبادة والكثير منها وثقته هيئات ومنظمات دولية ومحلية لكنها وجدت آذانا صماء من الحكومة التي تكتفي غالبا بالبيانات وتشكيل اللجان ذرا للرماد في العيون شكرا للمشاهدة